كشف تقرير عدت شركة اي هوستينغ داتا فورت العاملة في مجال ادارة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية بان ما يقرب من 70% من شركات المنطقة تفتقد لبرامج متكاملة في تخطيط استمرارية العمل واشار ياسر زين الدين رئيس تنفيذي للشركة صاحبة التقرير بان 75 شركة من قطاعات العمال المصرفية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزة والاعلام والترفيه وادارة المرافق والنفط والغاز والصناعة اعتبروا ان فشل اجهزة وبرامجات الحاسوب وفقدان البيانات يعد السبب الاهم في تعطيل العمل وقد شمل الاستطلاع شركات متنوعة من الامارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت والاردن الفائدة التي تعود على الشركات من مثلها زي الدراسات والتقارير هي فوايد متعددة اول حاجة هي زيادة الوعي نحو اهمية البيزنس كونتينيوتي مانجمينت او استمرارية اداء الاعمال في حالة وجود ازمة لقدر الله او كارثة طبيعية الحاجة التانية هي ان احنا البيزنس ديسيجن ميكرز او متخذي القرار يكونوا على دراية بالمخاطر الممكن عدم وجود خطط لمواجهة مثل هذه الكوارث او الازمات والمزيد من اخبار اقتصاد